بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم هنتحدث عن تصنيف الطابات السلوك تكلمنا المرة الماضية عن تعريف الطابات السلوك الآن هنتحدث عن تصنيف الطابات السلوك طبعا التصنيفات العالمية بتعتمد على تصنيفين أساسيين وتصنيف رابطة الأمريكية للطب النفسي الخاصة بالDSM5 دلوقتي 2013 وعندنا كمان تصنيف منظمة الصحة العالمية والتصنيف اللي أمامنا الآن هو تصنيف الدليل التشخيصي للطابات الأقلية الجمعية الأمريكية للطب النفسي وعم تصنيف الطابات السلوك عندنا أربع تصنيفات في تصنيف خاص بمراحلة الطفولة أو المراهقة ده تصنيف ده عندنا في تصنيف سلوك تبعا لبعدة ومجموعة تابعات مع بعضها البعض كمان عندنا التصنيف تبعا للتحليل العاملي للثالث وعندنا التصنيف تبعا لشدة للطب النفسي نبدأ ناخر كل نوع من الأربع تصنيفات تفصيل عندنا التصنيف في مراحلتي الطفولة أو المراهقة أول شيء لازم نعرفه هو الجانب الزكائي ويشمل الأعاقة العقلية طيب يعني معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن زاوي للطابات السلوك لازم نعرف أن هم عندهم في بعض الأحيان مشكلات في الزكاء ولكن لا تصل إلى الأعاقة العقلية جميل للطابات السلوكية وتشمل للطابات الانتباه والطابات التصرف للطابات الانفعالية وتشمل قلق الطفولة أو المراهقة مرحلة الطفولة أحيانا بيكون فيها قلق خاص بيها والمراهقة معنى؟ فيه الطابات أخرى كمان فيه للطابات الجسمية بتشمل برضو الطابات الأكل الطابات الحركات النمطية والطابات أخرى وده خاص بالمشكلات اللي بتحدث بالنسبة للطابات السلوك خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة والطابات الأكل دي على فكرة بتبقى مشهورة كثير جدا عند اللي عندهم مشكلات في الطابات السلوك كمان عندنا آخر حاجة في التصنيف الخاص المرحلتين الطفولة أو المراهقة للطربات النمائية العامة والطربات النمائية المحددة كالتوحد ان عندهم برضو بعض المشكلات خلال هذه المرحلة الطفولة او المراهقة